وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد عدد من النواب أن مشروع قانون المالية العامة الموحد تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة قانون مهم جداً هو قانون بيعمل سمولية في الموازنة العامة خاصة أنه هو استحداث مادة اللي هي موازنة الحكومية أو موازنة الحكومة الموازنة دي تشمل الموازنة العامة وموازنة الهيئات الاقتصادية ارتباط ودي بتعمل شفافية وحوكمة لأن دخول الهيئات الاقتصادية داخل الموازنة العامة بتدي مؤشر واحد وخاصة أنه هو الحكومة ألزمت نفسها بهذا القانون أن تكون مؤشرات البرامج والأداء هي المؤشر للموازنة العامة نحن النهاردة نقشنا ضم الهيئات العامة الاقتصادية في مشروع قانون موازنة العامة للدولة فبدأ يبقى الاسم المسمى العام موازنة الحكومة العامة وهي تشمل طبعا الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وضمنا لها دلوقتي الهيئات العامة الاقتصادية طبعا عدد الهيئات العامة الاقتصادية 59 هيئة عامة اقتصادية كان 42 منهم بحققوا مكاسب لا ترحل طبعا الموازنة العامة للدولة ولكن الفائد بتاعتهم كانوا بيستفيدوا بها في السنين اللي بعدها لا ترحل الموازنة كان 16 هيئة عامة اقتصادية بتحقق خسائر وسط الخسائر دي حوالي 219 مليار جنيه دي كانت بتحمل على الموازنة العامة للدولة طبعا الهيئات الاقتصادية الموازنة الإجمالية بتاعتها حوالي 3 تريليون أما الموازنة العامة للدولة كانت 2 تريليون فانحنا لما نضم الموازنتين مع بعض ده أكيد هيفرق معنا كتير في أن احنا هنتبع المعايير العالمية في إدارة الموازنات نقشنا تعديلات مشروع قانون المالية العامة الموحد يعني تضمن عدة تعديلات أهمها طبعا هو وضع حد أقصى لدين الحكومة اللي بيتضمن دين الموازنة العامة للدولة للهيئات الاقتصادية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هيتضمنوا الموازنة العامة للدولة اللي بيتم عرضها والموافقة لها من مجلس النواب أيضا مشروع القانون يعني وضع قيد على تجاوز هذه القيمة خلال السنة المالية لا يتم تجاوزها إلا بعد موافقة مجلس الوزراء والعرض على السيد الرئيس الجمهورية ومن فقط مجلس النواب وذلك في حالات الضرورة أو الحتمية بالنسبة لوضع قومي اشتركوا في القناة